هذا كلام أثير بدون معلومة أولاً يقول مو إحنا هو يعني هسا ما رداني أبقى ركز على هاي النقطة حقيقة يعني زين يعني انتو رئيسكم مدان زين وانت دا تقول اللي متهم اللي ما أعرف هم من أمه ولا بيش متهمين طلعوا براءة الإستاذ لي في الدنيميشا متهم بقضية إرهاب وبراءة المحكمة وطلع اسمح لي يعني هل من المعقول أن المدان يعيب على البرية يعني وليش نذكرها هاي وليش نخوض بيها أساساً يعني المدان هذه صارت المدان يعيب على البرية ما كوهيش ما كوهيش منطق ولا كوهيش قانون ولا القناة منه اللي ذكرها ومنه صاحبها ولا الإرهاب من أنا بس أقول فرد شغلة هاي هو بدون دليل أنا أقول الدليل أنا أقول ولا سماهن حتى أوكي ولو هذا المفروض ما نخوض بي يعني هذا أضعاف للنقاش وإضعاف للمفاهيم اللي نبناها وضحة الآن ما في خطاب مو حمل انتخابية بس هاي اتوضل لخذ راحة نحن مو حمل انتخابية سبيني وبينك آني ما مرشحين إحنا لا أنا مرشح ولكنكم عن أحزاب مرشح نتحدث عن أحزاب مرشحة ستمونا بس أقول لك واحدة من موضوعة العلاقة بالإرهاب آني هسة أقدر أذكر لك أسماء من تحالفنا مرشحين وقادة على التلفاز والقنوات الحكومية وغير الحكومية كانت مشاهد وتصويرهم أثناء مقارعة الإرهاب وهم على الجبهات أتحدى واحد يجيب للسيد الحلبوسي خطاب كلمة واحدة ضد الإرهاب في ظل كل معركتنا ضد الإرهاب أتحدى الأخي محمد وأتحدى كل متحدثين تقدم أتحدى لكم اللي حكوا على الإرهاب اسمح لي حتى من نشغل الموحكوا قاتلوا منهم قاتلوا من قاتلوا من قاتلوا من قاتلوا بس نريد نعرفهم إذا كل القنوات ما تذكر عواد سعيد شيخ عواد سعيد مقارعة الإرهاب إذا ما تذكر الشيخ عبدالوهاب البيلاوي ومقارعة الإرهاب أخوة دكتة وخالد بتاح وانطشوا هدا أخوته وكان متصدب اتهاماتك صريحة يعني مثلا مدال لا الرئيس ما مدال إذا تيجع على تفسير المحكمة الاتحادية هي مخالفة إدارية أكثر من ما هي إدارة تمام شيخ عوارف الله بدي أسمعك بس راح يروح أشكرك وكثير طبعا من الأسماء بينما أحد قادة تقدم اللي يديرون العلاقة الأشائرية والعلاقة المجتمعية في الأنبار واللي معروف لدى كل أهل الأنبار وربما حتى خارج الأنبار هو الوحيد اللي يجرأ سمحت له أخلاقه وسمحت له مرؤته أن يطلع على التلفاز يدعو كل الشباب السنة أن يطوعون لداعش مسجل ومصور ومتناقل وعند الكل الوحيد اللي سمحت له مرؤته وأخلاقه هيج يصير بأهل السنة وهيج يصير بنساءهم وهيج يصير بأهل الشيعة وهيج يصير بأهل الكرد ويطلع على التلفاز في أكثر من معا قنوات عراقية يدعو بصراحة الشباب للتطوع إلى الدولة الإسلامية هذا أنت تشوفيه بعدين ورد تقصد علي حاتم إسلمان واضح ومعروف للكل الآن لا أريد ناول أسمع الشيخ حاتم إسلمان مو قيادة اسم غير علي حتى نحن متحقق للأمان سمحي حضرتك من نحجات يا دكتور محمد قلت له أريد دليل أريد اسم أيدي اسم فأني أيضا أريد اسم بتقصد الشيخ علي حاتم إسلمان أنا مدى أبقى أخوض بهذا جمهور الأنبار يحاسبني يعرفهم كل يزيان من هو وهذا بالقنوات الدولة أساسا بالقنوات العراقية هذا طلع هذا الكلام معروف ما يحتاج إنقوضة اسمحيلي الآن إلى السؤال شوى بالأساس